للمزيد معي صحفي تارق بوفليح من الجزائر العاصمة أهلا بك سيدي إذن ربما نبدأ بوصف لكيفية أو سير هذه التظاهرة اليوم تظاهرة اليوم هي تظاهرة ككل سنة ينظمها المجتمع المدني وحضور بعض الأحزاب السياسية والفعاليات السياسية في منطقة القبائل التي تضم ثلاث ولايات هي ولاية بيجاية ولاية البويرة وكذا ولاية تيزي وزو حيث يقوم هناك المناظرون والمواطنون بالخروج في مسيرات هي أولا مسيرات سلمية وكذا تخليدا لأرواح الشهداء الذين سقطوا في يوم 20 أبريل من سنة 1980 هي تخليط لهذه الأرواح وأيضا تكون فرصة لإعادة النداء أو المطالب تجاه الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية بعد أن كانت تم الحصول على أنها لغة وطنية النضال دائما يستمر في هذه المنطقة بهدف رد الاعتبار لهذه الهوية الجزائرية على اعتبار أن الجزائر أمازيغية في أصلها نعم طيب هل تتوقعون أي تبعات لهكذا فعاليات يعني كما تقولون هي إعادة نداء للاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية يعني ليست المرة الأولى هل تتوقعون شيئا هذه المرة نعم تبعا للوعود التي كثير من المرات ما تطلق من الجهات السياسية في الجزائر ممكن أن تعديل الدستوري لهذا العام ربما المنتظر الذي تمخذ طويلا من المنتظر أن يتم إدراج اللغة الأمازيغية في بعض مواده لكن تبقى فقط تخمينات البعض وأمان البعض الآخر على اعتبار أن السلطة كثيرا ما وعدت فمنذ مجيء فقط بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 2001 شهدت منطقة القبائل ما يسمى بالربيع الأسود في أبريل من عام 2001 ثلاثة أشهر من الاحتجاجات على ذات المطلب وسقط هناك عديد من الأرواح إلا أن المطلب لا زال يروحه مكانه السلطة لم تستجيب لهذه التظاهرات أو لمطالب هذه الفعاليات رغم أنه في كل فترة انتخابية يتم استغلالها كشعار سياسي لجذب الناخبين بمنطقة القبائل إلى أنه إلى غاية اللحظة لم يتم الحديث عنها علنا من السلطة أنه سيتم إدراجها كلغة رسمية لأن إدراجها كلغة رسمية يتطلب أيضا آليات التطبيق نعم شكرا لك الصحفي طارق بفليح من الجزائر